السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنكمل مع بعض الوحدة الخامسة بس هنشتغل على الفيديو ده في المفهوم التاني هناخد كل دروس المفهوم التاني علشان كلها مرتبطة ببعضها الدرس الرابع والخامس ازاي نضرب في عشرة ودي حاجة احنا متفقين عليها في درس الصاحب والعدو لو ما كنتش شفته هتلاقيه بيظهر فوق دلوقتي احنا متفقين ان الابدال خلاص موجود في الجمع وخلاص موجود في الضرب بس كانت بتيجي صفة مع الابدال اسمها الدمج فاكرها اللي هي اول ما كنت بتشوف اقواس كنت بتكتب خاصية الدمج الكلام ده حاصل في الجمع ايوة وحاصل في الضرب وهتشوف كمان شوية المهم ان الابدال والدمج صحاب طالما جم في حاجة يجو مع بعض فالجمع طالما في ابدال يبقى في دمج الضرب طالما في ابدال يبقى في دمج واكيد انت كده حسيت ان الطرح لا في ابدال ولا في دمج والقسمة ولا فيها ابدال ولا فيها دمج طيب في خاصية معمولة مخصوص علشان خاطر عملية الدرب بيسموها ايه بيسموها خاصية الضرب في صفر يعني ايه نيس الضرب في صفر هحكي لك يا سيدي انت اول ما حفظت جدول الضرب اول جدول حفظته هو جدول ضرب الواحد ما خدتش جدول ضرب الصفر وده ليه علشان اي عدد في الدنيا هينضرب في الصفر الصفر ده شبه القنبلة بالزبط تنفجر واتكسر كل حاجة وما تبقيش اي حاجة فعشان كده الناتج بيكون صفر فساعتها طلعوا خاصية على الضرب وقالك ده اي عدد هينضرب في صفر هيبقى صفر يعني السبع لو اتضربت في صفر هتبقى صفر ساعتها لما اسألك دي خاصية ايه هتقول لي خاصية الضرب في صفر طب المية في صفر برضو بصفر ولما هسألك هتقول لي خاصية الضرب في صفر خد بالك الصفر هنا جمع الضرب مجاش مع الجمع لكن انا لو قلتلك مية زائد صفر هتقول لي مية بس ساعتها لما هسألك خاصية ايه هتقول لي خاصية المحايد الجمعي لان الصفر هو المحايد الجمعي ومن هنا كان لازم يطلع خاصية المحايد الضرب وزي ما الصفر ما بيقصرش في الجمع وبينزل الناتج زي ما هو كان لازم يطلع رقم برضو ما بيقصرش في الضرب وينزل العدد زي ما هو مين هو الرقم اللي لو ضربته في اي حاجة ينزل نفس الحاجة وكأن الرقم ده مجاش محايد ما بيقصرش الواحد يبقى المحايد الجمعي هو الصفر والمحايد الضربي هو الواحد بدليل ان انا لما بقول خمستاشر في واحد بتقول لي خمستاشر بس ساعتها لما سألك وقولك دي خاصية ايه هتقول لي خاصية المحايد الضربي رقم ما بيقصرش في الضرب قبل ما نكمل عشان اضمن لك انك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون مشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو انت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذكر فيه وبعد ما تخلص اي فيديو انزل تحت في صندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقادر تحل عليه ويلا تعالى عشان نفهم الدرس طيب يا ميس حضرتك كنت بتتكلمي ان الدمج موجود في الضرب انا ما شفتهوش يلا بينا ادي تلات اعداد مضروبة في بعض الدمج يعني اختار عددين احطهم في قصين وابتدي اشتغل عليهم وبعدين اكمل بقية المسألة فانا لو اخترت اول عددين اللي هم التلاتة في اتنين وضربتهم في بعض الاول وحطتهم في قصين تلاتة في اتنين بستة وبعدين كملت بقية المسألة ستة في خمسة بتلاتين كده انا دمجت بين الاتنين الاولانيين طب يجي طالب تاني ويقول لي يا ميس انا عايز اخد اللي اتنين الاخرى نين يعني التلاتة زي ما هي بس اللي اتنين في خمسة هيتحطوا في قصين يعني التلاتة هتنزل زي ما هي وتتضرب في كام اللي اتنين في خمسة بعشرة وكأني بقولك تلاتة في عشرة بكام بتلاتين الله ده طلع نفس الناتج يا ميس سواء حطت الاقواس هنا او حطت الاقواس هنا ايوه تغيير اماكن الاقواس في الجمع او الضرب مش بيفرق وهي دي خاصية الدمج طب لما جيب لك السؤال الجاي واقول لك في رقم ناقص والله يا ميس التسعة وتلاتين مكتوبة هنا وهنا التلاتة مكتوبة هنا وهنا فاضل عدد واحد مش مكتوب اللي هو الخمسة بس انا لما اقول لك دي خاصية ايه هتقول لي والله يا ميس هم هم نفس الارقام بس بدلوا اماكنهم تبقى اسمها خاصية الابدال ولما اقول لك خمستاشر في سبعة وعشرين هي هي السبعة وعشرين في كام فخمستاشر اللي نقصة تبقى اسمها خاصية الابدال طب الواحد في الف بكام بالف زي ما هي وكأن الواحد غايب ومجاش ليه مجاش عشان الواحد اسمه العنصر المحايد الضربي طيب لما اقول لك الخمسة في كام بصفر اه ده الناتج صفري يعني معنى كده ان الناتج اتضمر فكأن الخمسة اتضربت في صفر خاصية ايه؟ خاصية الضرب في صفر طيب حلوة قوي لما جيب لك اربعة في تلاتة واقول لك هي هي التلاتة في اربعة طب ما انا عارف يا ميس حلو الكلام اديتك هنا مصففتين فاكر المصفوفة اللي انت كنت بتدرسها السنة اللي فاتت ايو يا ميس فاكرها اللق طب انا هعمل فيها ايه دي دلوقتي هقول لك انا تعمل فيهم ايه؟ عندك اول رقم اربعة فساعتها بتلون اربع مربعات والاربع مربعات دول هيتكرروا تلات مرات انا رسمتهم مرة فضلي مرة ومرة او العكس بقى ما هو الضرب ابدالي هنا التلاتة فانا هلون تلات مربعات هتكررهم كم مرة؟ اربع مرات انت رسم فيهم مرة ادي كده المرة التانية واجي المرة التالتة واجي المرة الربعة اللي اتنين دول قد بعض وكأني بقول لك ان التلاتة فاربعة تساوي ايه؟ والايه؟ تلاتة فاربعة باثناشر دي كده اسمها معادلة بتتكتب كده او بتتكتب كده ودي كده اسمها طريقة المصفوفات طيب هنا الستمية تساوي مية في كام؟ اه نرجع بقى القصة الصاحب والعدو ادي اليساوي دخلت خرمت بينهم الحشرية فاكرين اطلب الجمال حبيبي 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 اللي بيتابعوا الفيديوهات من الاول حيلاقوا الدنيا عندهم بسيطة جدا في الحتة الجاية دي الستمية والمية دخلت اليساوي ما بينهم الحشرية قطعت العلاقات وساعتها بقوا اعداء والعدو يطير اصفار يعني الصفرين من هنا طيروا صفرين من هنا وكأني بقول لك الستة واحد في كام؟ واحد في ستة تاني خمس تلاف وربعمية تساوي خمسة واربعين في كام؟ او والله دي اليساوي حشرية خلتهم اعداء الخمسة واربعين اهيه من هنا ومن هنا اتبقى صفرين والصفرين ماينفعش يكتبوا لوحدهم عشان مالهمش ايمة اي حد هيعجي هيلطشهم فكان لازم نحط الواحد جنبهم يحميهم فهمتوا شباب؟ طيب سؤال كمان مع تامر تسعة جنيهات اخو احمد معا ميت مثل ما مع تامر مثل يعني امثال يعني كأني بقول لك ان احمد ده معا مية مثل يعني فيه تامر معا تسعة يبقى كأني بقول لك مية في تسعة في الضرب بنزل كل الاصفار كم صفر في المسألة؟ صفرين هينزلوا واحد في تسعة بتسعة طيب السؤال بعد كده بيقول لك اذا كانت الايه تساوي خمس امثال الاربعة فين المعادلة المناسبة؟ تعال ان ترجم اجي الايه تساوي يعني يساوي الخمسة هتنزل امثال يعني فيه اربعة زي ما هي وكأني بقول لك الاربعة في خمسة تديني ايه؟ يعني تديني مين اربعة في خمسة؟ بعشرين بس فين المعادلة بقى؟ كده كده انا عارفة ان الايه اربعة في خمسة؟ فين هنا يقول لك ان الايه لوحدها في حتة؟ يساوي الاربعة في خمسة مع بعض في حتة؟ اهي يا ميس حتى لو تبدلت يا ميس بص حبيبي المهم ان الايه جت لوحدها في طرف والاربعة في خمسة جم مع بعض في طرف تاني ساعتها مش هتفرق مين في اليمين ومين في الشمال تاني حبيبي اذا كان الام في ثلاثة يدينا واحد وعشرين يبقى الواحد وعشرين تساوي كام امثال الام؟ يعني الواحد وعشرين تساوي نقط في ام والله انا هنا كتبت الواحد وعشرين هنا وهنا والام هنا وهنا فاضلك مين؟ فاضلي التلاتة يبقى انا هكتب التلاتة هنا ندخل على الدرس اللي بعده بيقولك ايه بقى خمسين فخمسة ايه ده ميز ده سهل ده انا خدته ده انا عارف ان في الضرب بنزل كل الاصفار طب نزل كل الاصفار هو صفر واحد يميس حلو خمسة فخمسة بخمسة وعشرين جميل طب لو قلتلك اربعة تلاف فاربعة هننزل التلات صفار اربعة فاربعة فستاشر يميس جميل طب هنا بقى بص الالف وخمسمية في حتة والخمسمية في حتة تانية في بينهم اليساوي الحشرية خلتهم اعداء وساعتها الصفرين اللي من هنا هيطيروا الصفرين اللي من هنا وكأني عملت مسألة جديدة بتقول لي الخمستاشر تساوي البي اللي انا معرفهاش في خمسة وكأني بقولك خمسة في كام بخمستاشر خمسة في تلاتة بخمستاشر يبقى مكان البي هتبقى تلاتة طيب تعالى تاني التلات تلاف هي عبارة عن خمسة في كام والله يا ميس مش عارف انا محتاجة قال لي العدد الاصفار دي شوية حلو ادي صفر حطته هنا طير الصفر اللي من هنا كده تعرف تقولي التلتمية على الخمسة كام لا يا ميس لسه صعبة حاولي تشيري كمان اصفار حاضر حطت صفر من هنا يطير الصفر ده كده بقى التلاتين تعرف تقولي خمسة في كام بتلاتين ايوة ميس اعرف خمسة في ستة بس يبقى التلاتين دي موجودة في جدول ضرب الخمسة اللي هي خمسة في كام خمسة في ستة يبقى الناتج بتاع البي ستمية فهمتوا أولاد يعني ممكن يبقى العدد كبير عليكو وساعتها عايز تطير أصفار حطها النحية التانية بشرط تبقى اليساوي موجودة ما بينهم عشان تبقى أعداء وتطير الأصفار تاني حبيبي تلاتة في اتنين فخمسة يساوي نقاط فخمسة يساوي نقاط بص يا ميس ايوة حبيبي الميس التلاتة في اتنين مع بعض اللي انا حطيتهم فقصين اعرف ضربهم ما هو أصل الخمسة موجودة هنا وهنا يبقى ما تبقىش غير التلاتة في اتنين مع بعض يدينا ستة ولما تكتب الستة هنا وتقول ستة في خمسة هقولك تلاتين طيب تعالى تاني اتناشر في الفين اه دي عملية الضرب بتاعتنا بتنزل كل الأصفار نزلت تلات أصفار فضل كده ايه اتناشر في اتنين اتنين في اتنين باربعة واحد في نفس الاتنين باتنين يبقى انا هكتب اربعة وعشرين الف طيب تعالى تاني هنا عندي المسألة بتاعتي بيقولك خاصية ايه والله يا ميس انا اول ما شفت الاقواص قلت الدمج بس في طالب زميلي ايه قاللي الابدال بس انا ما عرفتش ارد عليه بصة حبيبي الابدال لازم الارقام تغير اماكنها يعني ايه يعني التلاتة دي هي اللي جات في الاول هنا وهنا واللي اربعة جات في التاني هنا وهنا واللي اتنين جات في التالت هنا وهنا يبقى انا ما غيرتش الاماكن بتاعتهم كل واحد محتفظ بمكانه تلاتة فاربعة في اتنين تلاتة فاربعة في اتنين مقدرش اقول عليها ابدال لكن كل اللي انا عملته حطيت الاقواص هنا في حتة وهنا في حتة تانية طيب ايه السؤال يقولك اذا كان اربعة في سي باربعة وعشرين فان قبل فان لازم تقولي السي بكام والله يا ميس السي دي بستة لان الاربعة في ستة باربعة وعشرين سيبيني بقى يا ميس عشان اعلم عليها في الاختيارات استنى بس مستعجل تعلم قوي استنى كمل السؤال فان 24 على كام يدينا السي اللي انت من شوية قلت عليها بستة 24 على الاربعة يا ميه او بمعنى تاني انا كتب هنا الاربعة وعشرين موجودة هنا وهنا والسي موجودة هنا وهنا فضلك انت مين فضلي الاربعة يا ميس هي دي بقى اللي مكان النقط الاربعة هي اللي هتجري تعلم عليها في الاختيارات او عتستعجل طيب السؤال اللي بعده بيقولك اذا كان مع احمد خمسة جنيه ما مع محمد ضعف ما مع احمد طيب ضعف يعني ايه في اتنين احمد مع كام مع خمسة وكأن محمد معاه خمسة في اتنين بعشرة طيب السؤال اللي بعده بيقولك ضع علامة اكبر من او اصغر من او يساوي ساعتها هتجيب اللي على اليمين وتجيب اللي على الشمال تلتمية فاربعة والله يا ميس انا هنزل الصفرين تلاتة فاربعة باثناشر متين فاربعة والله يا ميس انا هنزل الصفرين اتنين فاربعة بتمانية كده الالف ومتين اكبر بقل على ما نحيتها ويجي طالب تاني يقول لي يا ميس يعني اللي اربعة لما تضربت في تلتمية اكيد هتبقى اكبر من نفس اللي اربعة لما تتضرب في امتين صح عنده حق برافو بس اخليك في الامان ويحسب دي ويحسب دي تاني حبيبي تسعة في ستمية طب ما انا هنزل الصفرين تسعة في ستة اربعة وخمسين طيب 500 في 7 دي الصفرين خمسة في 7 بخمسة وثلاثين دي بقيت 3500 ودي خمس تلاف وربعمية يبقى بقل على ما نحيت الخمس تلاف وربعمية تاني عشرة في ستين اه والله ميس دينا هنزل كل الاصفار سواء هنا او هنا يعني هنزل الصفر اللي من هنا والصفر اللي من هنا كده يبقى الاصفار خلاص نزلت واحد في ستة بستة كده دي ستمية والنحية التانية ستمية هعمل بينهم يساوي طيب تلتمية في صفر بصفر يا ميس طب تلاتة في واحد بتلاتة يبقى التلاتة هي اللي اكبر طيب تمانين في تسعة ادي الصفر نزل تمانية في تسعة باتنين وسبعين طيب تسعة في تمنمية ادي الصفرين نزلوا تسعة في تمانية باتنين وسبعين دي سبعة تلاف ومتين وهنا سبعة مية وعشرين يبقى السبعة تلاف ومتين هي اللي اكبر السؤال اللي بعده بيجي يقولك اذا كان محمد يوفر كل شهر ميت جنيه اوجد ما يوفره محمد في اربع شهور وما يوفره محمد في مية اربعة وعشرين شهر الشهر الواحد مية طب المية دي هتتقرر لمدة اربع شهور يعني المية هتنضرب في اربعة في الضرب بننزل الصفرين واحد في اربعة في اربعة طيب محمد هيكرر الميت جنيه لمدة مية اربعة وعشرين شهر فالمية هتتضرب في مية اربعة وعشرين الصفرين هينزلوا 124 في 1 بـ 124 تقرأ إيه؟ 12400 جنيه طيب السؤال يقولك 5 في 900 هي 5 في 100 في كام والله الخمسة مكتوبة هنا وهنا المية اللي هي عبارة عن الصفرين موجودين هنا وهنا فاضل إيه؟ فاضل التسعة يبقى أنا هكتب هنا تسعة طيب تعالى نراجع كده كم واحدة ستة زائد ستة زائد ستة هي عبارة عن ستة في كام؟ أو والله دي الستة تقررت 3 مرات يبقى أنا هكتب هنا 3 طيب معدلة الضرب اللي بتعبر عن مخطط الشرائط ده والله هميسل لتنين انضربت يعني تقررت 4 مرات 2 فاربعة تجينا إيه مثلا؟ أو الإيه هي 2 فاربعة بكام؟ بتمانية طيب الدرسين السابع والتامن هنا عندي يساوي الجزء ده على بعضه اسمه الجزء اللي على اليمين وده الجزء اللي على الشمال الخمسة موجودة هنا وهنا اللي أربعة موجودة هنا وهنا فاضل التسعة هي اللي ظهرت هناك وما ظهرتش هنا يبقى أنا هكتب مكان النقط تسعة طيب تعالى تاني التلتة موجودة هنا وهنا الستة موجودة هناك ومش موجودة هنا هكتب الستة السبعة موجودة على اليمين ومش موجودة على الشمال هكتب السبعة المهمة عندي إن كل الأرقام اللي تبقى على يمين علامة اليساوي هي هي نفس الأرقام اللي موجودة على شمال علامة اليساوي طيب السؤال التاني بيجي يقولك إيه؟ أربعة في خمسة في خمسة عايزين نضربهم يميس في بعض هنعمل إيه؟ لو تيجي تسألني هقولك اضرب أصغر رقمين في بعض وبعد كده اضربهم في التالت يعني مثلا هتاخد اللي أربعة في خمسة تضربهم مع بعض في قصين اللي هي خاصية الدمج وبعد كده تبقى تضربهم في الخمسة أربعة في خمسة بعشرين في خمسة والله يميس الصفر هينزل اتنين في خمسة بعشرة دي كده أسهل عليك إنك تضرب أصغر رقمين في بعض وبعد كده تكمل حابب تعمل حاجة تانية براحتك كده كده تضرب إبدالي اعمل اللي انت عايزه تاني أولاد اتنين في تلاتة في أربعة والله يميس أنا هاخد أصغر رقمين يعني هاخد اللي اتنين في تلاتة مع بعض وبعد كده بأضربهم في أربعة اتنين في تلاتة بستة فاربعة أربعة وعشرين طيب تعالي نراجع كده على كم حاجة مية واربعين تساوي نقط عشرة او والله يميس دي بعيدة عنها ده ليساوي دخلت خرمة ما بينهم فخلتهم أعداء يبقى هنطير العشرة فيها صفر واحد هنطير صفر واحد اتبقى ايه اتبقى الاربعتاشر هتتكتب مكان النقط تاني تلاتة تلاف وخمسمية فيهم كم عشرة العشرة بعيد يعني عدوة هتطير صفر واحد وهنكتب بقية الرقم لكن لما يقولك التسع عشرات والله التسع عشرات لازقين في بعض يعني أصحاب وحبايب يعني تزودني التسعة تتكتب زي ما هي وهيتحط قدامها صفر واحد طيب يجي يقولك حلل كلا مما يأتي التلاتين عبارة عن ايه؟ حلل في حاجات فيها أصفار اللي هو الضرب في عشرة ومية وألف يعني معنى كده ان التلاتين دي كانت تلاتة اتضربت في عشرة طيب التسعمية وسبعين كانت سبعة وتسعين بس من غير الأصفار اتضربت في عشرة طيب السبعة وتلاتين ألف كانت سبعة وتلاتين واضف لها تلات أصفار يعني اتضربت في ألف طيب المية وعشرين ألف ما تقوليش بقى مية وعشرين ويزاد لها تلات أصفار لا العدد من غير أصفار خالص كان كام كان اتناشر والضف له كام صفر أدي واحد اتنين تلات اربعة الضف له أربع أصفار يعني اللي اتناشر اتضربت في عشرة تلاف طيب يجي يقولك استخدم خواصة ضرب لإيجاد ناتج ما يلي ومديك شوية أرقام انت قلتلي أنا يا ميس عايز أخد أصغر رقمين وده معنى أن الأربعة هتفضل زي ما هي وتجيلها اللي اتنين جنبها علشان خاطر تبعد السبعة شوية الحركة اللي انت عملتها اسمها خاصية الإبدال وبعدين هاخد الأربعة في اتنين مع بعضهم في قصين وبعد كده بأضربها في سبعة ودي كده اسمها خاصية إيه؟ خاصية الدمج إلا أربعة في اتنين بتمانية والتمانية في سبعة بستة وخمسين طيب يجي سؤال يقول لك متجر للطيور به رفان هذه الرفين هم على كل رف تلت أقفاص هذه أفص وأفص وأفص والرف الثاني فيه أفص وأفص وأفص بكل أفص سبعة صفير يعني هنا سبعة وسبعة وسبعة وهنا سبعة وسبعة وسبعة فما عدد العصافير في المتجر؟ السبع عصافير ظهروا في الست أقفاص يعني السبع عصافير اتكرروا ست مرات فأنا هقول السبعة في ستة باتنين واربعين عصفورة طيب يجي سؤال يقول لك 88 في صفر هي هي 99 في كام؟ يدينا كام؟ والله يا ميسي 88 في صفر أصلا بصفر فال99 لو اتضربت في صفر هيدينا نفس الصفر اللي هو الناتج الأخير اللي هيتكتب هنا ولو سألك خاصية إيه هتقوله خاصية الضرب في صفر طيب التلتمية عبارة عن 3 في إيه؟ في واحد والله التلاتة كده كده مكتوبة الواحد محايد ضربي أكنه مش موجود يبقى التلاتة اتضربت في إيه؟ اتضربت في مية اوعى تحط صفرين بس علشان كده كأنك مش حاطط حاجة أصفر لوحدها من غير رقم يأمنها ويحميها هتختفي وكأنك أصلا ما حطتش أي حاجة على النقط فهمتو حبيبي؟ تاني يجي يقولك استخدم الاستراتيجية التي تفضلها لتحليل العدد أو يجي يقولك حل للعدد إلى عوامله وخاصية الدمج لإيجاد ناتج ما يلي عندي سبعة في عشرين من غير الأصفار كأنها إيه؟ كأنها سبعة في اتنين لوحدها في قصين مضربين في العشرة والله الأعداد من غير الأصفار سبعة في اتنين باربعتاشر في عشرة هيتزود للاربعتاشر سفر واحد هتقرأ مية واربعين تاني خمسة في خمسين الأعداد من غير الأصفار هتبقى خمسة في خمسة في قصين وهتتضرب في عشرة الخمسة في خمسة بس بخمسة وعشرين لما تنضرب في عشرة هيزيد للخمسة وعشرين صفر فهتقرأ ميتين وخمسين تاني تلاتة فاربع تلاف الأعداد من غير أصفار كام تلاتة فاربع يميس في قصين وبعد كده هتضربهم في الألف اشمعنا ألف عشان هنا فيه تلات أصفار كده التلاتة فاربع لوحدها باثناشر فألف باثناشر ألف طيب هتلاقي في كتابك مسلس زي كده الكبير دايما يا ولادي بيبقى فوق الكبير بيبقى فوق يعني المية وخمسين دي أكبرهم هي عبارة عن العشرة في كام يعني عشرة في كام بمية وخمسين والله يا ميس العشرة واحدة صفري يبقى أنا فاضلي الخمسطاشر تاني التلاتين اللي فوق دي أكبرهم يعني كأني بقولك التلاتين دي هي عشرة في كام عشرة في تلاتة يعني انت بتاخد قاعدة المسلس دي لو ضربتها في بعض يدينا الناتج الكبير اللي فوق فهمتوها شباب وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقيق فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي أنا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل درس جديد وتنزل تحت في الوصفة هتلاقي لينك الامتحان ادخل حل الامتحان عشان ترتاح من الدرس ده خالص أشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة